هواوي عندها أزمتين عطلتها عن الصدارة الأولى تم منعه من استخدام 5G وهذه تقريبا لا حل لأنه شفنا من خلال الأخبار بالإنترنت محاولات هواوي تتجاوزها عن طريق أنهم يشتغلون على كفر تركب على جوالهم 4G وبالتالي يصير يدعم 5G ولكن للأسف ما زلنا ننتظره واللي إلى الآن ما وصل الأزمة الثانية اللي ما سمعنا أي محاولات لحل هواوي يبدو لي خلاص كذا تعطلت وقاعد الموضوع نفسه هي أزمة التطبيقات جوالاتهم تدعم متجر App Gallery ويعتبر جيد ولكن المشكلة الحقيقية هو أنه ما فيه خدمات جوجل وما فيه طبيقات مهمة جداً يحتاجها أو ربما بعض التطبيقات الموجودة سابقاً كان فيها بعض المشاكل الآن وبشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي والشهر هذا متجر App Gallery صار فيه جميع التطبيقات نعم حتى تطبيقات جوجل هذا يحل أهم وأكبر أزمة لدى هواوي فإذا توفرت في جوالاته أن نقدر نقول حان وقت عودة هواوي لقيادة السوق مرة أخرى أنا أدهم وبهذا الفيديو راح أوريكم تجربتي مع جواله الميت 50 برو ومع بعض أجهزتهم بعد ما جدتهم تطبيقات جوجل والشغلات الجديدة هل فعلاً حلوا كل المشاكل ولا وش صار واضحاً ومرحباً لنا بحيك الله بحلقة جديدة قبل كل شيء أذا كنت تشترك معنا بالقناة تفعل زر الجرس أساس ما يفوتك أي فيديو تقني جديد معنا أنا أدخل بالموضوع على طول وبدون أي مقدمات هذا هو جوال الميت 50 برو اللي هو المفروض أنه أقوى جوالات هواوي لهذا العام وهي السلسلة اللي تعودنا بأنها قوية جداً من هواوي ولكن للأسف بأنه هذه السنة مر مرور الكرام ما فيه شيء مهم جداً ما أحد نتباه له الجوال نعم غطيناه نعم تكلمنا عنه بس فيه شيء أساسي وهي التطبيقات وهذا الجوالي الآن مستمر أنه يعتمد على متجر أب غالري والمتجر الرسمي لهواوي ولكن الشيء اللي ما كان موجود أني لما دخلت المتجر أب غالري وكتبت تلمة يوتيوب لقيت تطبيق موجود لما جيت أحاول أحمل تطبيق يوتيوب فقال لك أوكي تقدر تحمله ولكن فيه تطبيق أو أداء اسمها جي بوكس لابد أنك تحملها وافقت فحمل لي يوتيوب وحمل لي الجي بوكس مع بعض والجي بوكس هذا أحد المطورين راح وسواه هو تطبيق يفتح لك مجموعة من التطبيقات اللي كانت ناقصة وبكذا حل أكبر أزمة لهواوي وتسبب في انفراج كبير لمستخدمي ومحبي هواوي وبالفعل دخلت تطبيق يوتيوب ولقيته قاعد يشتغل ويشتغل بشكل طبيعي جدا وبالتأكيد أنك تقدر تشغل أي تطبيق وتستخدمه اللي أنا لاحظته أنك لما تفتح تطبيق يوتيوب فهو يفتح لك تطبيق يوتيوب لكن فجأة يغير ويروح لي شاشة أخرى واللي حسيته بأنه جي بوكس قاعد يشتغل كوسيط يجيب لك المعلومات الخاصة بهالي التطبيقات اللي انتبغاها وربما باستخدام جهاز أو سيرفر آخر في مكان آخر هذا السيرفر مثلا فيه أندرويد وبالتالي يجيب لك الخدمة كاملة عندك بدون ما يعرفون جوجل ولكن النتيجة مرضية جدا لأنه صار يوتيوب موجود وصار يشتغل ولو أمور تمام وراح تكلم مع التجربة أكثر بعد شوي لكن بنفس هذه الطريقة هذا حفزني أني أبحث أكثر فدخلت أب غالري وبحثت عن يوتيوب ستوديو وهو تطبيق خاص بأصحاب القنوات وللأسف ما لقيتها نأمل أنه هذا المطور يجيبها ولكن إليك الأشياء والتطبيقات اللي أنا لقيتها وهذه هي الأخبار الحلوة يوتيوب ميوزيك للأغاني موجود وخرائط جوجل أيضا موجودة الأهم هي خدمة جوجل درايف واللي هي أساسية ومهمة الكثير كذلك موجودة نزلت تحت لما دخلت جوجل درايف آخر شيء أبغى استعرض كل التطبيقات اللي يموفرها لنا هذا المطور جاب ديسكورد ولينكت إن وغوغل شيتس وغوغل دوكس وسلايدز وكل هذه التطبيقات اللي هي كأنها أوفيس بس الخاصة من جوجل واتساب وفر بنسخة أخرى وكذلك مايكروسوفت تيمز وزوم وغوغل ميت وحتى أوبر ما كفاك؟ جاب لك دروب بوكس أيضا والقائمة على فكرة طويلة ليست من جرد هذه التطبيقات حتى جوجل إيث اللي ما عاد أحد يستخدمه جاب الآن نجي للجزئية الأهم وهي التجربة لما فتحت أي تطبيق على سبيل المثال خرائط جوجل أقدر استخدمه بدون ما سجل دخول ولكن قررت سجل دخولي ولاحظت منه العملية نجحت بالفعل مثل أي جوال أندرويد سجل دخولك فيها وأن أمور تمشي كويس الأهم أني لما سجل دخولي بخرائط جوجل لقيت دخل في جميع التطبيقات الأخرى فتحت يوتيوب وخرائط جوجل وغوغل درايف وكل خدمات جوجل الأخرى لقيتني already مسجل فيها دخول وهذا يعني أن كلها مترابطة بشكل ما خرائط جوجل أداءها ممتاز قدرت أبحث بالخريطة ويطلع لك النتائج الحديثة وأقدر استخدم التوجيه وشغال بشكل ممتاز على تجاربي إلى الآن ما لاحظت فيه أي مشاكل اللي شوية شدني واتساب اللي حاطة هذا المطور طبعاً واتساب يعتمد على الخريطة في جزئية منه لما توثلت إلى حد اللوكيشن الخاص فيك ولقيته بالفعل يفتح الخريطة بشكل ممتاز ويرسل اللوكيشنز ويجيب الداتا اللي في الخريطة بشكل جيد من حيث يوتيوب فتحته الهيستري موجود تقدر تستخدم حسابك عادي وجوجل درايف موجود والملفات الخاصة فيك كلها موجودة هل هذا يعني أنه كل شيء متكامل 100%؟ أكيد أن لا التجربة جميلة جداً حل جزء كبير من أزمة هواوي وأزمة الناس اللي يستخدمون هواوي وبالتالي ما عد تحتاج حتى الطرق أنك تروح تحمل متجر خارجي ولا خذ هذه الطريقة عشان تجيك خدمات جوجل لا لا أصبح موجود بفضل هذا المطور صار موجود في متجرهم الرسمي تقدر تبحث عن يوتيوب تقدر تبحث عن كل هذه الأشياء وتسجل دخول وتستخدمها بشكل طبيعي جداً بالنسبة لي غياب هواوي تسبب في فجوة في السوق لأن هي كانت أكثر شركة تدفع سوق الجوالات والأجهزة للأمام بتقنيات والمشاركات اللي كانت نزلها بالسوق الآن الشيء الوحيد اللي بالنسبة لي ناقص صراحة هو أنه ما زالت بعض التطبيقات غير موجودة ولكنها ممكن تيجي مع الوقت اللي وصلنا له اليوم يعطيني الأمل بالرغم من النجام تأخر ويبقى السؤال الأهم والمحوري بنهاية هذا الفيديو هل هذه هي بداية عودة أجهزة هواوي بقوة للسوق أنا دام أشوفك في الفيديو القادم إن شاء الله ومع السلامة